طيب على مستوى الجانب المادي كين فروقت؟ بكري كيفاش كان العرس؟ هذه أمهتنا لم يسمعونا خاصة اللي عاشوا هذك الزمن وعاشوا الزمن هم الجميل العرس كانت يغلب عليها التواضع كانت بسيطة تقدير تكون فيه بيت كبير بتاع العائلة في السطح تحهم أو في الحوش ولا كذا يعني على الحسائر على المطارح خفيفة يقعدوا يديروا العرس تحهم يديروا الحفلة تحهم يفرحوا فالآن لا أصبح الأمر العرس تعنا في الوقت الحالي خرج من التواضع والبساطة إلى البهرجة والإفتخار لو كان ما نديرش فيه صالة ما ديرش عرس كون ما نديرش فيه على صالة لكن شكوا أما صالة؟ مايش صالة اللي عندي لي طابل تحهم ومش مسجمين وكراسة مع وجين وضيقة لا لا لازم صالة فيها تجهيزات كبيرة هذه من بين أولويات أصبحت ما كاش الآن بنت تقول لك لو كان مثلا يجو يخطبه وحدة يقول هالعرس رحين نديروا حنا في الحوش لأنه فعلا كين بعض المناطق نزل عندهم أنه في الحي تحهم الجيران يتعاونوا ويديروا الباش بره هكا يديروا يعني يديروا تسطيح هكا التغليف ويديروا العرس التماء تقولوا لا أنا دير لي في صالة دي فات كيفاش أنا صحاباتي كلهم ديروا في صالة وصالة الفلانية وتعطيلوا الاسم أيضا صالة الفلانية والعلانية أنا ندير في الكراسة بره ولا في المطارح وغير باش يديه الريح ولا تصب عليه هشتا ولا يعني شمس حارقة مكاش كليماتيزر مكاش فبادات الأمور خرجت من تلك البساطة ليش في الزمن الماضي ما كانوا يحسوا بسخانة ما كانش تمنحهم الحر وما يتمنحهمش الشتاء لأنهم يديروا مراسيم الزواج ويعيشوا فيها ناء ويحطوا هذه الحفلة والجوز ويفرحوا بها